شهدين الكرام ورد إلينا هذا الخبر العاجل حيث أكد مصدرنا رفيع المستوى أن مصر تقدد تأكيدها على ثوابت ومحادثات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع كما شدد المصدر على أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة كما ينذروا بعواقب وخيمة على كافة المستويات أوضح المصدر رفيع المستوى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة وتسعى أيضا لفرض واقع جديد على الأرض من أجل تغطية على أزبتها داخلية